تبذل الدولة جهوداً كبيرة لحفظ المناطق التراثية والأثرية وتطويرها وإعادة رونقها لسيما في القاهرة التاريخية وحظيت مسجد أو مساجد آل البيت باهتمام كبير في إطار خطة الدولة للتطوير وكان أحدثها تطوير مسجد السيدة نفيسة جهود كبيرة تبذلها الدولة في إطار خطتها لتطوير القاهرة التاريخية العريقة للحفاظ على المناطق القديمة الأثرية والمباني التراثية وإعادة إحيائها لتكون مقصداً سياحياً هاماً كانت مساجد آل البيت جزءاً أصيلاً من خطة التطوير التي اتبعتها الدولة حيث شهدت تلك المساجد اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة بعدما عانت لعقود طويلة من الإهمال خريطة تطوير المساجد شملت مساجد الحسين والسيدة نفيسة بالإضافة للعديد من المساجد التي ما زالت تحت التطوير مثل السيدة زينب يعتمد مشروع إحياء القاهرة التاريخية على عدد من المحاور منها الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام بجانب العمل على إحياء النسيق العمراني التاريخي للمناطق بالإضافة أيضاً لتأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية رؤية تطوير القاهرة التاريخية تهدف لربط المزارات والمسارات السياحية والمقابر بالمناطق السكنية المتدخلة مع تحسين اتصالها بمحاور الحركة الخارجية وتوفير أنشطة خدمية لتدعيم الأنشطة السياحية بجانب توفير بعض الفرص الاستثمارية في المنطقة هي إذن خطوة كبيرة تخذتها الدولة وما زالت تتخيذها في إطار خطتها الوطنية للحفاظ على كل ما هو تاريخي وأثري وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة